مشاهدي قناة القلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي من جديد مع برنامج ضيف القلم ضيف القلم في ثوب جديد نحاول من خلال الاقتراب أكثر ما يمكن من الأحداث والمستجدات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية من خلال محاورة شخصية في المجال اللي يعنيها هالحوار هذية نحاول من خلال الوصول إلى حلول للصعوبات اللي قاعدة تعيشها بلادنا اليوم هالتصور في الواقع ابنيناه من خلال ملاحظات جمهور النظارة ومقترحاتهم سواء لطبيعة البرنامج أو للشخصيات اللي نستضيفوها أو حتى للأسلوب اللي نحاول من خلال الشخصية المستضافة في هالإطار مش نبدأوا استضافتنا من منطقة من المناطق الداخلية للجمهورية التونسية ضيفنا اليوم وهو من ولاية قفصة سيفيصل الجدلوي مرحبا بك سيفيصل مرحبا بك ومرحبا بك ومرحبا بالقناة القلم ومشاهدين قناة القلم إذن سيفيصل مش نتحاوروا حول جملة من المسائل لكن قبل ما نبدأوا في الحوار مش نتابعوا تقرير الحلقة زيارتنا الليلة إلى ولاية قفصة ولاية قفصة ذات الموقع الاستراتيجي المتميز من الناحية الجغرافية فهي تربط الشمال بالجنوب والشرق البلاد بغربها فضلا عن كونها فاتحة على الحدود الجزائرية وتفصل بين سهول البلاد وسحرائها تشمل قفصة عدة معتمديات منها أم لعريس بالخير ارديف السند سيديعيش لكسر لكتار المتلوي ولمضيلة ولاية قفصة ذات مكانة متميزة أيضاً من الناحية الاقتصادية وليس أدل على ذلك من مناجم الفوسفات الموجودة فيها وإذا كانت قفصة تشكل يومك غيرها من ولايات الجمهورية من نقائص وتواجه مشكلات في بنيتها التحتية ومجال التنمية إلا أن ذلك لا ينفي وجود عشرات المشاريع التنموية وفرص تطوير عدة قطاعات في الانتظار سواء منها العاجلة التي تنتظر تفعيل القرارات أو الآجلة التي هي في حاجة إلى التفاف وتعاون جميع متسكني قفصة المقيمين فيها أو الذين يوجدون حالياً خارجها ليس هناك أمر صعب وليس هناك ما يمنع من تحسين الأوضاع وتجاوز المشكلات الحالية فكل ذلك يتوقف على الإيمان بضرورة الشروع في خوض التحدي من خلال المبادرة إلى توجيه العناية للمجالين الاجتماعي والاقتصادي هناك في قفصة من يدرك جيداً أن توفر الإرادة والانسجام في المواقف لخدمة المصلحة العامة يكفلان دون شك الارتقاء إلى ما هو أفضل بالنسبة لجل القطاعات وظيفنا الليلة من ولاية قفصة وهو نائب في المجلس الوطني التأسيسي فيصل الجدلاوي من مواليد المتلوي سنة 1960 التحق بكلية الحقوق بتونس سنة 1987 وتخرج منها سنة 1992 نشط في الاتحاد العام لطلبة تونس وفي هياكل نقابية مؤقتة وساهم في إنجاز المؤتمر الثامن عشر الخارق للعادة تحصل سنة 1994 على شهادة الكفاءة لمهنة المحامات اختصاص قانون خاص وقد مرس هذه المهنة منذ ذلك الحين كان من مؤسسي المجموعة المستقلة داخل قطاع المحامات بهدف مقاومة خلية التجمعيين وحماية هياكل المهنة بما فيها جمعية المحامين الشبان وضمان استقلالها وافتكاكها من أيدي التجمعيين رافع في عدة قضايا رأي آخرها قضية الحوض المنجمي سنة 2008 ترشح في قائمة العدالة المستقلة عن جهة قفصه وقد تم انتخابه عضواً في المجلس الوطني التأسيسي في انتخابات 23 أكتوبر قبل أن يلتحق بكتلة التكتل من أجل العمل والحريات سبق وأن رفض الأمانة العامة لحزب الاتحاد الوطني الحر كما جاء ذلك في أحد تصريحاته الإعلامية يدافع عن تكريس مبدأ الفصل بين السلط في الدستور وعن استقلالية القضاء وعن تكريس نظام إداري لا مركزي يدعم التنمية الجهوية سيفيصل بعد هالتقرير مش نبدأ بالركن الأول من أركان الحلقة إذن الركن الأول هو حديث المجتمع أو حديث حول المجتمع وكل ما يرتبط بالمجتمع سؤالي الأول بعد تجربة ما يقارب العامين في المجلس التأسيسي شنو المردود اللي حقوا المجلس التأسيسي من ناحية الاجتماعية وقبل كل شيء ثم مسألة معينة وهامة جدا اللي هي على مستوى الفصل ما بين هو اجتماعي أو ما كل هو اجتماعي أو سياسي مثلا صعب أن نفصله ما بين المستويين لكن على المستوى الاجتماعي الصرف داخل المجلس الواطني التأسيسي وبعد تقريبا ما يقارب كما كنت تتحدث سنة ونصف أو سنتين شنية اللي تحقق لفائدة الشعب التونسي على المستوى الاجتماعي بالنسبة لينا شخصيا رأى على الأقل أنه ما تم تحقيقه داخل المجلس الوطني التأسيسي في خصوص المصادقة العديد من مشاريع القوانين اللي تهم أو اللي هي عندها علاقة وعندها صيرة بالمجال الاجتماعي هي تكاد تكون دون المتوسط حتى لا نقول أنه احنا قمنا بالواجبة متاعنا وكان العمل متاعنا عمل محترم وعمل معقول أنا نقول دون المتوسط لأنه ما هو اجتماعي هو التشغيل وما هو اجتماعي هو التنمية ثنين مرتبطين بعضهم وما هو اجتماعي بعض الملفات الأخرى اللي هي ملفات كبرى والناس كلها تعرف ملف الجرحة أو ملف الشهداء والعديد من الملفات أخرى هذه الرأى أنه بعد المدة هذه كلها اللي عملنا فيها داخل المجلس الوطني التأسيسي بالمستوى اللي الناس كلها تشوفوا فيه سواء كان الناس اللي راضية ولا الناس اللي غير راضية أنا رأى أنه محقق ناش نسبة محترمة وكان دون المتوسط لأنه التنمية سمحني معناها ما ثماش مكاسب اتحقت بالنسبة العموم الناس في حياتهم لا ما نقولوش ما ثماش مكاسب ثم المكاسب موجودة لأنه ثم بعض القوانين اللي كما تعرف القانون الاستثنائي للوظيفة العومية اللي وقعت المصادقالية في سنة الفارتة واللي بمقتضاء وقع الانتداب تقريبا 24 ألف موطن شغل داخل الوظيفة العومية وبعض المسائل الاستثنائية اللي تعرض لها القانونة ذاية أيضا الناس كلها تعرف أنه ميزانية 2012 ميزانية 2012 كانت فيها جزء كبير مخصص للتنمية بقينا إلى حد المشاريع التنموية يعني لماذا ما يظهرش هذا على مستوى حياة الإنسان العادي حياة المواطن تتحدث على مكاسب وعلى أشياء تحقت كينجيوا الراو على الصعيد الواقعي اللي قاعد يعيشوا الناس ما نقاوش نتائج فعلية ملموسة ينجم يراها الإنسان بالعين المنزل حجم الفقر وحجم التهميش وحجم التجويع اللي عاشته تونس لمدة تقريبا 60 سنة من الصعب أنك تشوف أنت حتى مهما يكون حجم العمل لامتاعك من الصعب أنك تشوف نتائج قاعدة على الأقل تقلص من نسبة الفقر في ظرف سنة أو ظرف سنتين خلينا نكونوا واضحين إحنا وقت لدخلنا والناس كلها تعرف هذا وقت لوقعت الثورة وانتصرت الثورة في 14 جنف في تونس كانوا فيها أكثر من 300 ألف بطال بعد ما أنهت الحكومة الوقتية الأولى المهم تحها أصبح عدد البطالة يفوق 700 ألف بطال أنت تعرف أنه عنها جهات كما جهة قفصة وقع تهميش وقع تجويح وقع نهب الثروات امتحها وقع استغلال مدخيل الثروات امتحها لفائد جهات أخرى وخلينا نقولوها اليوم ما نش باش نخبو حتى حاجة وقت يكون عنا على المستوى الوطني 700 ألف بطال 700 ألف بطال وجي أنت في ظرف عام تحدث مواطن شغل سواء كان داخل القطاع الخاص أو داخل القطاع العام يساوي تقريباً 100 ألف أو 70 ألف بطال يعني بنسبة 10% 10% ما تظهراش هذاك علاش احنا قلنا راهو المسألة هذه تطلب وقت وتطلب وقت كبير وراهو بعد حتى الحكومة اللي باش تجيب بعد بعد الانتخابات المقبلة سواء كان المجلس النيابي أو الحكومة اللي باش تكون موجودة راهي ما هيش باش تقدر أنها تحد من نسبة متاع البطالة بنسبة على الأقل كما يتصورها البعض من المواطنين في ظرف عام أو في ظرف عامين أو حتى في الدورة متاع اللي باش تكون بعد الانتخابات المقبلة باش نكون دقيق باش نكون دقيق هناك نتحدث أنا على المكاسب على المستوى الاجتماعي التشغيل صحيح مشكلة البطالة هي مشكلة المشاكل بالنسبة لتونس لكن كي ناخذ على مستوى مواجهة الفقر ثم ناس محرومة إلى حد لا يطاق النواب في المجلس الوطني التأسيسي إش عملت أو إش قدمت من أجل مواجهة النقص هذايا بالنسبة للمناطق الراجعين لها بالنظر هو ساقبل كل شيء خلينا نصحه معلومة بالنسبة لينا شخصيا الناس زي ما تعرف أنه الأعضاء المجلس الوطني التأسيسي ما عندهم مش عصا سحرية ونقولها ونتحمل مجلس الوطني التأسيسي عندهم مش عصا سحرية إحنا وقلنا ندخل المجلس الوطني التأسيسي الوظائف وإلا صلاحيات وإلا مهام مجلس الوطني التأسيسي الناس كل تعرف هي وظيفة أصلية وهي التأسيس ثم الثانوية التشريع ثم أخرى وهي مراقبة عمل الحكومة هنا تجي الإشكالية هي في مراقبة عمل الحكومة إحنا بكل صدق لقينا صعوبة اليوم في التحاور مع أعضاء الحكومة حتى نتمكن حتى نتمكن من إيصال مشاغل ومشاكل جهاتنا لأعضاء الحكومة لأن الأعضاء الحكومة هي السلطة التنفيذية إلا أن نقوم حجم المشاكل المطروحة بالنسبة للحكومة ما هيش حجم هذا الطابع اجتماعي بقدر ما هي عندها طابع سياسي السياسي غلب على الاجتماعي طبيعية جدا هي مرحلة المرحلة المرحلة الانتقالية أو المرحلة هذه الوقتية هي بطبيعتها هي سياسية بامتياز كل المشاكل الموجودة فيها اليوم حتى على مستوى الحراك والحراك سياسي لكنك ترقب الحكومة مش ترقبها سياسيا ما يمنعش من أنك ترقبها شي معي مش ترقبها سياسيا حتى أتمكن من مساعدة الحكومة ومن إيصال مشاغل المواطنين سواء كان في جهتي ولا في جهة أخرى اللي هي متعلقة أساسا الوضعيات الاجتماعية أو بالمستوى الاجتماعي لأنه إحنا وقتنا نتحاور مع الحكومة وقتنا نمشو أحيانا البعض بالوزراء نتحاوروا معهم تقريبا أهم المحاور وأهم المسائل هي التشغيل هي التشغيل يا بعض الحالات الاجتماعية كما واحد ما عندوش باش يعالج واحد ما عندوش باش يداوي واحد ما عندوش باش يقرر أبناء وهذه هي الحالات الاجتماعية اللي إحنا قاعدين نتحاوروا فيها مع الحكومة فما مسائلته يناخذ التنمية يناخذ العدل الاجتماعي وعنها ثم تفاوت كبير سمحني فيصل مساج قصة الحديثك بالخير احنا باش نبدأوا عمليين نتابعوا هالتقرير اللي عدوا نادر اقتاطا حول بعض النقائص الموجودة في قفصة ما نقولش كل النقائص عينات من النقائص الموجودة في قفصة ونشوف شنواء اللي مش يكون رد فاعل ممثل في مجلس النواب من اجل الاقل توضيح للرأي العام حول هالمسائل اللي تشغلوا في واقع الامر نتابعوا هالتقرير مبعضنا ثم نواصل شنو اهم النقائص والمشاكل الموجودة في جهة قفصة نقوله جهة قفصة نقوله الحرمان نقوله جهة قفصة نقوله البيطالة نقوله جهة قفصة نقوله الفقر نقوله جهة قفصة نقوله النقائص الحياتية والا التكملية نقوله جهة قفصة نقوله خيرنا ماشي لغيرنا اهم النقائص الموجودة في قفصة هي عن الكيسات عن الطرقات بصفة عامة كل ما عناش حتى تريقي يسلح اثنين عن الصحة السبيطار معناها ناقص ناقص السبيطار باقتصاد في قفصة كاملة الناس كليكي تشك تزى تزى صحيحي واللي مريض السبيطار احنا عنا مشكلة نعانو منها كقطاع السيارات الوجرة فمن كونه عنا ريسك من بداية الثورة يعني تمردوا علينا بعض من الناس واللي يقرندوا من غير رخص من غير تاكس من غير أسيرونس من غير حد شي فوضى ميدان أضاء دخلت عليه ميدان أخر فوضى والله ما حطة ذي كاملة بكلها مشكلة في المثنين دمي كانوا في السيف مكلتنا سخانة كانوا في الشتامة كانوا البرد ولا عجاج فكشوف فيه البيستك فياش وشوف فيه أحفر وما عنا من المرافق حد شي لا طولتات لا ما لا تنوير لا لا ما فهمش حد شي المشكلة معناش الماء مثلا طولتات ما زلت مشي جاهزة التغطية على المحطة تين دات هكشوف فيها بيست مشي مزفتة والصورة على المحطة المرشي هذا فيه حشيك الصاليسيون اللوتانية ما يعديش خلاص تشبنا ما يعديش فمعهم قصوا علينا ثلاثة سنين الماء هنا ثلاثة سنين تسكر سرب كل معادش الماء دي ما راجع لنا تسيب تريحة عايشين فيها ويزمع تعاودي كل وكل مسؤول يجي نقولولا يقول باي كل مسؤول يجي يقولولنا يقول باي اليومنا هذا قاعدين نقانوا في معانية زرق من ريحة كفتا قافصة محطمة وقافصة تخرج في كل شي فصفات منبع الفلوس من قافصة خير منشوف حتى في شي موسيقى 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 وحشك الثلاثة فمتالة مرشي عنده خلسة سيمة مبيض هذه ناس 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 كل حلين حوانية للبرة يضبح وفوز البيحة للبرة هذا يتفرش هذا مرشي سنترالة التنمية البلاد هذه هي ريناقس أقل بلاسة في الجمهورية هي والبلاية هذه أشخدم منها ما خدمش حتى 300 واحد بلدي أوده كلا مدي جد الثورة مثلا بشيخويهني كل حابس بطالة موسيقى أهم المشاكل الموجودة في أم العرس والله ما شكلنا بلس كيسر نحن وما عناش يكون يسمع فيني فمعناتها للخطوط مشي مترابطة بالباهي وعنا برشا مشاكل بلس كيسつ للماء ما هوش باهي حتى الطرف كالكي نسبة الكهير كبير ياسر نحن متضررين كل الاسبيطارات ما هيش مجهزة ما عناش ما عناش لا خصائيين ما عناش حتى حاجة بلس كمهم شيء في البطالة ناس بطالة شوفها مما تمشين تلفتها لم يشgod معها حلول وظعه adhereش مع عليا شوفنا يحللنا مشكلنا Filipina kemahy Kenyan نرى الوضع في هل العريس کیفش وطرقات ما تمشي اصل غير الصحه متعتبر مع عليا شش باس 호ب نعم مستوصص.. لا عنها لا يسبتار نعم مستوصصي فم التع ở الماء metres شاحبة يحكيلك عن الماء komen hace عن الماء عنا خزان فوق تاع الماء الباب محلول ثم جماعة يجون فضلات البشرية صبو في فضلات البشرية عصر مافيشو باب نجحنا في منظرة شركة فصال قفصة كمقسيين وبعد قصونا في مرحلة الثانية في الريزيلتال الثانية طلعنا لتوليس نحتجوا وقدمنا اعتراضات على اساس بشو نصفونا يا اخي ما رعنا الا النتيجة النهائية معناها ما نجحونيش قالونا وعدونا بشريكة ناقل مواد المنجمية مشينا قابلنا الشخاري وعد بهم عطر قالونا ما تشوفوش الأسباب ما يسيلش رايه النوم رستمية وخمسة ما تكفيش توان ندمجوكم في الشريكة ناقل مواد المنجمية بقينا نستنوا نستنوا نحن مجموعة من البطالة ومجموعة من مقسيين البطالة ظروف متعبة ومهمشين وتعبين والشي اللي دفعها من الاعتسام هو أنه ثم نسيت من رمضان من الحكاية الشهرين التالي أن يباقي تدخل بانتدبائيات عشوائية معناها أنت تدبوها من غير ما نعرفه كل مرة ناس ما أفلين طلع هذيك النقل هذيك البيع بالرغب يجي تشاور انتوياه المسؤول يقول لك احنا رأوا سيئة كتاة تمت ونتفاجئ ونحن عريس قرية صغيرة كل مرة نتفاجئوا بانتداب جديد يعني العباد البطالة كله والعباد المقسيين النجم يتعطيهم مواطن شغل تسيبوا سكة ويعاونوهم يعاونوا شريكة صفات قفصة ينجموا حتى من عندهم هما يعاونوهم يخدموا أي ماتب ليش مفيد تعطيهم حاجة ورقة أنهم يدخلوا يخدموا كان تحكينا على أهم المشاكل اللي تعاني منها جيات المتلوي مشاكل عديدة تعاني منها الجيهة ككل ومدينة المتلوي بالخصوص أولها هو نيابة الخصوصية اللي حد الآن توي كفطن العمين من قيام الطورة ولكن نيابة الخصوصية اللي توي ما زالت ما تماش مش موجودة في المتلوي سيفة خاصة بلدية المتلوي تشكو من نقص في المعدات وتشكو من نقص في التجهيزات وتشكو من نقص في المواد منتاع جميع أطراف العملة وتشكو من نقص معناها في الإطارات معناش أول هام معناش كاتب عام من يمثلنا معناش نيابة خصوصية احنا بين مارين أما نقدم خدمات للناس هذه معناها ونحاولوا باش نساهموا في رفع الفضلات هذه اللي من جراءها دينا كوارث ومعناها أو بي أو كذا وإلا احنا نكونوا ضحية للعمل هذه ما نجمناش لقنا رواحنا في مني الله في خيارين كلاهما صعب كم يقولها هاك تشوف في وضعية المتلوي بربي انت يعني جيتوا صورتوا الحمدول لك يجيتوا جاء أول وسيلة أعلام تدخل هذه هذه رونة مجملة نماذجة بتاع الأحياء متلوي هاك تشوف فيها الحالة بتاع البطالة متاعباد تشوف فيها مهمشة كله هم طلبين مننا الانتاج يخرج الفصفات يخرج وعدم الاعتصامات المتلوي وعدم الاحتجاجات وطلبين مننا الحوار أي مسؤول نكلمه هو ما نلقو معه لنلقو معه حتى التجاوز عن ناس بيطارات مهمشة عن ناس بيطارات مهدمة عن نابوسطة ما تخدمش هذا نحكي لك الحقيقة الأمل اللي يشمل من أكثر من ثلثة المتلوي احنا كل الفلوس اللي كانت تبشي لنوفمبرية ماشي السبع نوفمبر اللي كانت تبشي بالحفلات اللي كانت يهزو هبات فيها يهزوها لتونس يجوت له بالبلديات هذه يزول اسبيتارات يدخل مدارس عاننا مدارس الانتريسكولار كان هزوكم المدارس عاننا انتريسكولار بشتيح السقفات على تلامذر شوفنا هل طرحنا وين عايشين هل طرح عايشين معناها في تونس ولا عايشين معناها في ما شو مالي بحضاء الشمال من غادي شوي إذن سيفيصل أمر يخص قفصة والجهات الموجودة في قفصة المتلوي لمضلة أملع رايس إروا فيه أنه هناك نقاص تكاد تكون هنا شديدة كيفاش ممكن الإنسان يعالجها كيفاش يمكن ينظر لها هي مش شديدة فقط نحن الوضع على مستوى الجهة القفصة الناس كلها تعرفوا وأنا شخصيا عشتوا هو وضع متردي ومتردي جدا نعطيك مثلا جهة كما جهة أمر عايش أنا في وقت من الوقات حتى داخل مجلس واطن التأسيسي وفي العديد من المناسبات قلت أن أمر عايش هي منطقة غير أهلة للحياة يعني منطقة أخرى هي إينا بيتابل ما تنجمش تكون مجموعة من المواطنين يعيشوا في الجهة هذه اللي هي أمر عايش لأن كل المرافق اللي فيها تقريبا مدمرة كل المرافق مدمرة أو مفقودة سواء كان على المستوى البنية التحتية على المستوى الصحة على المستوى كل المستويات كل المستويات على المستوى الماء الصالح للشراب على المستوى الكهرباء كل المستويات على المستوى الأوساخ على المستوى التلوث البيئي هذه أمر عايش عينة من العينات اللي موجودة فيها الحوض المنجمي بدن الحوض المنجمي بصفة أخف المتلوي الرديف المذيلة تكاد تكون متقاربة مع أم العريس رغم أنه وضحها متدني بدورها كل الأوضاع على المتلوي أو الرديف أو أم العريس أو المذيلة أو قفسة أو لكسر وإلا سيديعيش لكتار كل الأوضاع فيها تكاد تكون خطيرة أكثر من الخطورة يعني لماذا لا تكون إجراءات عازلة؟ الإجراءات العاجلة اللي موجودة هي تقريبا تكاد تكون رو أسمع إحنا اليوم موجودين في فترة انتقالية وفترة تأسيس وحبينا أقول لك راهنا وذيه إحنا في وقت ما اللوقات بلغنا خلاف اللي ما يقال عديد من المواطنين على أساس أنه ثم وعود أنا شخصية ما قدمت حتى وعد وما قدمت حتى وعد وقلنا رانا إحنا وقت لكي نمشو الفترة عن تأسيس فترة محدة في الزمن اللي هي مدة عام وفترة محدة حتى على مستوى الصلاحيات إحنا ماشيين على أساس نوضع دستور ثم بعض من المسائل الأخرى اللي هي مسائل تشريعية ومسائل تنموية إحنا سنهتم بها لكن الزمن والفترة الزمنية غير كافية أنا نقولها غير كافية لأنه جهة كما جهة تقفصة باش تحاول أنك تنهض به على الأقل وتقفز من مستوى الصفر إلى مستوى عشرين أو ثلاثين في المية تتطلب العديد تطلب وقت تطوير وتطلب جهد تخلينا أقول تطلب جهد كبير إحنا اليوم قال لغلب وذي نقشناها إحنا حتى من مستوى وقعت المفاوضات في تشكيل الحكومة الأولى وقلنا راه مش معقول الجهة الوحيدة اللي من الجهات كلها اللي هي جهة قفصة غير ومثلة داخل الحكومة إحنا رانا تحدثنا داخل مجلس الوطني التأسيسي وحتى على مستوى الوزارات في لقاءات العديد من المواطنين أنا شخصيين التصلبية وإلى حد الآن يتصلبية ومشيت معاها وعملنا زيارات الوزراء وناقشنا المسائل هذه وكانت حتى عنها جلسات مع أكثر من وزير على مستوى الوزارة الأولى كان معا الوزير الشهور الاجتماعية معا الوزير المكلف بالعلاقة من بين المجلس والحكومة معا الوزير الصحة معا الرئيس المدير العام لشاركة صدقفصة ومعا بعض من المواطنين اللي جاءوا من المتلوي معا وزير الكاتب الدولة للفلاحة ونقصنا العديد من مسائل منها المستشفى قلبا حلي بالمتلوي اللي هو تحرق تحرق تماما معادي شهر لها صحي بناءه من جديد وبالفعل استجابت شريك صدقفصة في شخص رئيس المدير العام تحف في تلكم الفترة اللي هو سيقيسة دالي واللي تم تحديد مبلغ معين اللي هو 12 مليون دينار تقريبا مازالوا تصلت بسيد وزير الصحة في أكثر من مناسبة وعلى أساس أنهم جاعدين يحضروا في المثال الهندسي باش يعودوا يبنوه من جديد هذا يعني مستوى المستشفى 30% ما حسناش 30% توا حسنة 10% حسنة 5% تشوف السوق المركزي تشوف محطة الوجه تشوف معناها الطرقات أعطيني على الأقل حد الأدوى كله نقشنا على مستوى حكاية البنية التحت اللي هي الطرقات طرقات اللي كل واحد يتحمل مسؤوليته ونحن كلنا أخطأنا وحتى المواطنين عندهم يتحملوا جزء من المسؤولية وجزء من الخطأ المتلوي من غير نيابة خصوصية المضيلا من غير نيابة خصوصية ومن العرائس كيف كيف والعديد من المدن اللي موجودة على مستوى جهة قفصة ما فيهاش نيابة خصوصية ثم بعض الاعتمادات اللي هي مرصودة للجهات هذه سواء كلم ذي الله أو المتلوي أو غيرها في تحسين وتهذيب الأحياء وموجودة فلوسها موجودة فلوس تبقينا ما عندكش نيابات خصوصية ما هيهذية ما هيهذية هي الإشكالية أنه إحنا لقينا صعوبة على مستوى تركيز بعض النيابات الخصوصية نجو نعملوا نيابة خصوصية وحبينا ولكرهنا اليوم إحنا غادي في جهتنا من زال بعض الناس اللي تفكر على أنه إحنا في المتلوي اللي في المظير اللي في جهة أخرى العرش الفلاني والعرش الفلاني والعرش الفلاني ولقينا صعوبة على أنه نقرب بوجهات النظر ولقينا صعوبة على أنه نركز النيابات الخصوصية المتلوي مثلاً أنت كنت تشوف المتلوي النجم ورياض المتلوي تلعب في القسم الوطني الملعب المتاحها ملعب بلدي يلزموا صيانة مثلاً مش بلدية المتلوي عنها على مستوى حي السعادة وعنها على مستوى حي السعادة وعنها على مستوى حي الأمن وأحياء أخلى اعتماد متاع فلوس موجودة لتهذيب الأحياء ما عنا تماش نيابات خصوصية يعني لماذا ما نتوافقش أنا نقطة توافق سيغل توافق ما نتصورش أنه ثم ابن جيها ابن جيها في المتلوي ولا المضيل ولا المرعيز وما يلوش على أنه المنطقة نتاعه تتحسن إذا كان يقف أمكانية نتوافق أسمعني أنا أؤكد لكم أنه حاولنا في أكثر من مرة أنه نعمل قائمة سوى كان على مستوى مكونات المجتمع المدني والأحزاب سياسية جمعيات وأحزاب سياسية وعضاء مجلس التأسيسي وحاولنا أن نتفق في قائمة سوى كان للياب الخصوصية سوى كان في المتلوي ولا في المضيل ولا أغيرها وعجزنا لأنه ثم العديد من الأطراف رافضة رفض دهم أنا أعطيك ما يعنيها ثم نستوى رافضة بأنها رافضة وذي ضعف الحكومة ونحن في وقت ملوقات نبهنا علىها المسألة وقلت سوى كان السيد وزير الداخلية في لقاءة معها سياقية ريد سابقا وإلا سيحماد جبالي سابقا وإلا حتى الوالي اللي موجود ونبأناها وقلنا لهم راه اليوم إذا كان بش تبقى جهتنا إذا كان بش تبقى جهتنا عنا البلديات متاحة غير ناشطة وما تعملش عنا أوساخ على جميع المستويات موجودة موجودة تو أعضاء متاع مجلس موجودة أعضاء أننا عنا جهات تخدم من غير بلديات عنا جهات تخدم من غير بلديات يعني يعني عنا 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 أموال مرصودة لتهذيب العديد من الأحياء سوى كان في المضيلة أو في المتلوية أو من عرائس وغيرها تبقينا مع الناشطة يبدأ خصوصية تخدم عنا طرقات مدمرة عنا حتى على مستوى التنوير موجودة أنت تدخل المتلوية تدخل أموى رايس أحيانا تدخل مسألة بكل صدق موحشة أحياء 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 مظلمة واضح نفهم الحاجة هادية برك الفلوس موجودة موش مرصودة لا موجودة فعلا موجودة بالفعل وناس في حاجة لأنهم يواجهوا بعض المشاكل اللي ما تصبرش في المتلوي والمضيلة وردايف واملع رايس لكن الناس هذي وما رافضين بأنه يكون عندهم نيابة خصوصية هذا هو أنا شخصيا نتصور أنتم أمشيتوا للموضن هذه وحكيتوا مع بعض المواطنين ونتصور أنه ثم فيكم بعض المواطنين اللي تحدث عن المسألة هذه إلى حد الآن نحن لدينا صعوبة أنا في وقت ما الوقات اتصلت حتى أخيرا الحل العملي نحن تقريبا وصلنا إلى شبه حل على مستوى المتلوي وعلى مستوى اللمضيلة أخيرا اليوم كنت في للمضيلة وبلغوني على أساس أنه الكاتب العام بتاع البلدية للمضيلة صيب بشر العمل لمتاعه حاجة خارقة العدم بعد عامين تقريبا ومدة طويلة ما عنهاش كاتب عام حتى المتلوي ما عنهاش كاتب عام كاتب عام بلدية غير موجود إحنا اليوم حاولنا أن نقرب وجهة النظر ما بين كل أطراف الفاعلة في جهة المتلوي المتلوي على أساس أنه نحدث ويقع تركيز النيابة الخصوصية وإن شاء الله على القريب تعرفش علاش؟ إحنا اليوم في المتلوي في وضع استثنائي أنا شخصية الوقت دي الناس تحدثوا اليوم إحنا عنا جمعية رياضية اللي هي جمعية من أعرق الجمعيات اللي موجودة في تونس اليوم هو وقت اللي وصلت للوطني وتلعب في القسم الأول تلعبك تشوف مع الناش بلدية بيش تهتم على الأقل بتهيئة حتى الملعب البلدي وحتى كيف تجيك جمعية كبيرة ويجيك جمهور من جهات أخرى يدخل لجهتنا يدخل المتلوي ويشوف الطروقات ويشوف الأوساخ ويشوف الواحد عيب علينا أنا أهوذية بالمناسبة هذه دعوة لكل المواطني سواء كان في المتلوي اللي مضي الله راهو إذا كان بالحق تحب تعمل تنمية وراهو إذا كان بالحق تحب تنهض بجهتك راهو تنهض بها باك المؤسس صغيرة هذيك اللي هي اسمها بلدية البلدية راي هي القريبة للمواطن وراه هي الديمقراطية المباشرة في الأنظمة السياسية الأكثر ديمقراطية في العالم وقل رايك المؤسس صغيرة هذيك هي اللي قال هات يا إخي خلينا نقدموا شوية تنازلات وهات خلي البلدية هذه تخدم باش نحاولوا على الأقل أنه نجدوا الأدنى من الحلول ما نقولوش كل الحلول الأدنى من الحلول ونعطيك أنا اتصلت بواحد من مقاولين أخيراً اللي هو عنده المشروع متى تهيت حي الأمل وقت اللي حكيت لو قلت له أخيها علش ما تزرب الناشت اللي أكد شوف في الحي مفيشو حتى يفتقد مشو الأبسط المرافض حد الأدنى متاع الأدنى ما ثمش تصب شوية شوية امطرة تولي كلها وديان وشفنا في الأمطار الأخيرة معناها تولي كلها وديان وحفر قالك بالنسبة لي أنا شخصياً في وقت باللوقات حاولت أني نتجه الجهة المتلوي على أساس نخدم والظاهر أنه لقى صعوبة من بعض المواطنين الصعوبة من بعض المواطنين من بعض المواطنين مفهومة لكن كي ناخذ المجتمع بشكل عام أهالي المتلوي والأهالي المضيلة نتصور لكلهم في اتجاه أنهم يحسنوا المرافق متاحهم معناها كي يوقفوا يد وحدة ما نتصورش أنه ثمشكون يعطن المشاريع هذه هنا سؤالي سؤالي فيصل هل يعود ذلك البعض لاعتبارات السياسية طبيعي جداً هي الاعتبارات السياسية هي مؤثرة معناها نرجع لكل اللون أنه السياسي هيمن بطريقة أنه خلى المجتمعي تخطر لا السياسي والتجاذبة السياسية والحراك السياسي هو اللي كان مؤثر وهو اللي كان مصيدر حبينا ولك رهنا وذلك اليوم موجود وأنا ديما نتحدث وديما نحكي مع عديد من المواطنين قلنا يا أولادي راهوا اليوم البلاد أي جهة وخلينا حتى كان الواحد يتحدث باش تكون شوية جهوية راهوا أي جهة ما يخدموها كان ولاده يخدموها كان ولاده يخدموا كان ولاد الجهة لأنهم اللي يعرفوها وهم اللي يعرفوا المشاكل إذن معناها النواب منتاع جهة قفصة مطالبين مطالبين طبيعي أنهم يحاولوا أكثر ما يمكن أنه يثبتوا حضور الجهة هذه في اتجاه التنمية في اتجاه العدل الاجتماعي في اتجاه التشغيل في اتجاه البنية التحتية اللي تآكلت واللي شفنا في الأمطار الأخيرة والفيضانات الأخيرة معناها حالة لا تحتمل هو مش كان الفيضانات نحن والأمطار هي الأمطار وذي مسألة مع ربي معند الخالق ما تزينيش برشة لا تزينيش برشة لكن الجهة ما نقولوش من حسن الحظ هو من سوق الحظ ماذا بين الرئيس دي من الأمطار موجودة لكن حتى على مستوى التلوث تلوث البيئة أنت تعرف أنه شركة صدقفصة وبعض من معامل الموجودة الكيميوية هذه أثرت برشة على البيئة وأصبحت تقريبا ملوثة بنسبة كبيرة تفوق كل معايير الدولية الشيء الأدى إلى تفاقب العديد من الأمراض المزمنة والأمراض القاتلة على مستوى الجهة وذي يجرنا بالحديث اللي أنا جهتنا في ظل الوضع ذي الوضع السيء تفتقد إلى أبسط المرفق الصحية يعني مجال أولى وأحرى أنه يجب أن يكون المرفق الصحي مرفق الصحي لأن أكثر نسبة حوادة شغل موجودة عنها في جهة قفصة أكثر نسبة أمراض مهنية موجودة عنها في قفصة على كل الجهات كل المعتمديات لا تلقى مستشفى اللي هو بالحق نقدر أن نقول اللي هو مستشفى موجود لا يوجد إختصاصات غير موجودة تجهزات غير موجودة وإلا تلقى بنية موجودة من وقت الفرنسيس من وقت فرنسا وحتى على مستوى الترميم غير مرمى وما فيه شو أبسط المرافق الصحية وذي في أكثر من مرة زدنا ندينا به مع وزارة الصحة ووزارة الصحة ووعدت وعطتنا أرقام وعطتنا بعض الوعود وبعض المشاريع اللي هي بشتنجزها إلى حد الآن حتى إذا كان ثماء بعض منها لكنه قاعد يتنفذ ببطء وبطء يعني يكاد يكون غير ظهر معناها النتيجة اللي يستنجوها أنه السياسي يعطل بشكل أو بآخر الاجتماعي معناها المشاريع الاجتماعية التنموية إذا كان نختلف معك سياسيا أي موجود حاليا إذا كان نختلف معك سياسيا نعطلك في أنك تنجح بشتحقق التنمية وبشتحقق على الأقل تقضي على بعض الفورق الاجتماعية وبشتقضي على البطالة وغيرها لأنه إذا كان أنت أنجحت على المستوى هذا بشتنجح سياسيا وإذا كان نجحت سياسيا يعني مرة أخرى بقل ندخل معك في الانتخابات أنت بشتفوز في الانتخابات وأنا بشتنبقى لبرا وبالتالي أنا مطالب أني نعطلك وهذا هو الله غالب موجود اليوم هذه هي حسابات وهذه هي الحسابات الحزبية الضيقة والحسابات السياسية الضيقة الله غالب حتى واحد ما يتفطن لها الناس كلها اليوم تفتش على السلطة والناس كلها تفتش على مصالح الحزبية الضيقة أنا وفي وقت من اللوقات تحدث برشا من الناس يقول لي أنت في خطاباتك وأنت في مواقفك قريب برشا للنهضة أقول لهم أنا في مواقفي أحيانا نكون قريب للنهضة وأحيانا نختلف مع النهضة بالرغم أني نختلف فكريين مع النهضة لكن شخصيا اليوم المصلحة على البلاد والمصلحة العامة تقتضي أنه الناس هؤلاء اللي جابهم بالصندوق نهار 23 أكتوبر نغيرهم بالصندوق خلي تكون عنا عقلية وخلي تكون عنا ثقافة الانتقال السلمي والديموقراطي للسلطة احنا كنا قبل نعانو وقلنا قبل نقاومو في الناس اللي زورت الانتخابات الناس اللي دلست الانتخابات والناس اللي انقلبت على السلطة اليوم ما يزمناش احنا نمارسون ومارسون هنا انقلتنا للركن الثاني من البرنامج اللي هو حديث السياسة اذا سيفيصل نأتي لحديث السياسة قضية النواب المنسحبين كيفاش تقيم الانسحاب هذا على المستوى القانوني ولا السياسي المستوى المبعث من ذلك هو بالقانون ما تماشي حاجة اسمها انسحاب ولا تعليق تعليق النيابة والانسحاب من مجلس الوطني التأسيسي ثم استقالة ثم استقالة او ثم انسان يتغيب مدة معينة ينظمها يحددها المدة هذه النظام الداخلي للمجلس محدة بثلاث اشهر يعتبر متخلي تخلى يعتبر متخلي ويعوض بالاليا باللي بعده في القائمة لانه اذا كان تغيب ثلاثة اشهر يعتبر متخلي او يستقيل ونفس الشيء يعوض باللي بعده في القائمة هذا القانون الشحكي القانون للنظم تختارة ماذا موجودة ماذا موجودة اصلا في المجال السنيابي الفى العالم كل ما موجودة حاجة اسم انسحاب ثم استقالة وثم تغيب لمدة معينة يعتبر تخلي وذي الشكل الثاني من الاستقالة الضمنية بالنسبة هو الواقع الحال الواقع الحالي عن العديد من النواب اللي ينسحبوا أنا كنت تتمنى إذا كان وطالبه بحل مجلس وطني التأسيسي شخصيا كنت تتمنى طبيعي جدا هو كان بإمكانه وكان ببابه أولى وأحرى أنه يستقيل ويستقيل ويخرج بره يطالب بحل مجلس وطني التأسيسي كان تكون العملية أفيا شوية وكانت كل العملية على الأقل مقبولة حتى عند المواطن العادي يقول لك يخويا هذا كما عاد يساعدوا العمل داخل مجلس وطني التأسيسي هذا المجلس أصبح غير شرعي وفقد كل شرعية كما يتحدثوا هما المجلس هذي ما يقدرش أنه يحقق أهداف الثورة المجلس هذي ما قامش بالواجبات المحمولة عليه وبالتالي هما انسحبوا استقالوا وفي الحالة هذه خرجوا البرة وعملوا الوقفات الاحتجاجية ولا عملوا التحركات الاحتجاجية نتحم وعملوا حركة نتحم وطالبوا بحل هذا المجلس أما أن يكون داخل المجلس وطالبوا حله بكل صدق ما تركبش على ما هو بالنسبة لهم كما يقدم استقالته هذه الأشكالية الثانية ما هو الأشكالية هي ما هي طريحة إذا كان نسمعه إحنا مباشرة بعد اغتيال الشهيد سيم حمد أبراهمي مباشرة تقريبا بعد بساعة أو لساعتين سامل بعديد من الساد النواب قالوا إحنا سنستقيل سنعلن عن استقالتنا الظاهر أنهم بعد وقت لي رجعوا هذه هي المشكلة ما هو أنا وقت لي باش ننسى حبي يزمني ننسى حبي السيد اللي أعطاني الوكالة والسيد اللي أعطاني الوكالة واللي نخبني هو المواطن نرجع نناقش المثل هذه مع المواطن ننسى حبي لا هو الغريب في الأمر أما رجعوا الأحزاب السياسية متاحهم ونقشوها داخل الأحزاب السياسية وقت اللي جو يحسبوا فيها يقولها غالطة مسألة الاستقالة عليها غالطة لأنه ثم أحزاب سياسية غير ممثلة داخل المجلس الواطني التأسيسي يعني إذا كان هو النايب اللي يلتحق به مؤخرا يستقيل من المجلس الواطني التأسيسي شنو اللي بيشوقع؟ بيشوقع أنه بيشوقع يتم تعويضه بالموالي في القائمة متاعه ونأخذه إحنا على سبيل المثال القائمة الأصلية نأخذه على سبيل المثال واحد من حزب المؤتمر استقال يعوض آلياً بالمبعده إش بش يولي؟ بش يولي أنه بش يدخل بش ينظم لكتلة حزب المؤتمر إحنا عنا لعديد من النواب نسحبوا من قتلة حزب المؤتمر ومن حزب المؤتمر ولتحقوا بأحزاب سياسية أخرى أو كونوا قتل أخرى مش تدفع في الأحزاب السياسية الأخرى؟ على خاطر مش يرجعوا للقام مش يرجعوا للأصل هذاك علاش كناقشوها هم المثلة هذه من الجانب هذه يقولوا هم خسرين على المستوى السياسي خسرين بش يولي ما عادس عندهم حتى تمثيل داخل مجلس الوطني التأسيسي جدت مسئلة الانسحاب أو التعليق تم شكول يقول تعليق ساقل داخل وساقل برا معنا ساقل داخل وساقل يعني ننسحب ننسحب وراني نطالب بيحلك أنت منزلت قانونة لما زلت عظه في المجلس الوطني التأسيسي بالتالي منطقيا ما تنجمش الطالب بيحل المجلس أنت موجود فيه لأن المجلس المجلس ما يتحلش بالطريقة هذه هل يمكن أن تسميها ازدواجية في الموقف هذه هو ازدواجية في الموقف وهي حتى ضبابية في الموقف أيضا أنا نتصور وأنقول نهارت الي نحب ونطالب بحل مجلس الوطني التأسيسي أستقيل أستقيل ثم وطالب بحل مجلس الوطني التأسيسي لكن أنت مكش قابل قابل أن الناس تشتغل مكش قابل أن الناس تشتغل في نفس الوقت مكش قابل أنك تستقيل مكش قابل أنك تستقيل هذه هي الإشكالية للمشكلة موما هنا يحب يضغط على المجلس الواطني التأسيسي يحب يعمل حراك سياسي يحب يعمل احتجاجات وفي نفس الوقت ميحبش يفقد موقعه داخل المجلس الواطني التأسيسي ينطبقش الأمر هذا على رئيس المجلس أنت بقى على رئيس المجلس الواطني التأسيسي طبيعي جداً هو في نهاية الأمر هو عضو في المجلس الواطني التأسيسي معناها هو في الحالة قام بتعليق أشغال المجلس هو هدية زادة مسألة أخرى مطروحة اللي هي ما عندهاش حتى سند قانوني هي مسألة تعليق أشغال مجلس الواطني التأسيسي ما عنده حتى سند قانوني ما عنده حتى سند قانوني شنوه تعليق أعمال مجلس الواطني التأسيسي معنا نفس الوضعية بالنسبة للنواب المنسحبين تنتبق على سيموسفر بن جعفر سيموسفر بن جعفر ننتمي إلى كتلة التكتل مستقل وننتمي إلى كتلة التكتل ونقشنا المسألة هذه في وقت ملوقات ونقلنا أننا المسألة التعليق على شغال المجلس الواطني التأسيسي تعتبر غير قانونية وحتى إذا كان اقتضر الأمر أن نذهب إلى هذا الحل كما يتحدث حتى يخلق مناخ سياسي جديد في البلاد بحكم أنه تلك من الفترة في فترة بداية شهر أوت كان اللي ثم توطر وثم حالت احتقانه كما يتحدث سيد رئيس مجلس الواطني التأسيسي كان ثم ناس تدعو إلى العسوان المدني ونحن علقنا أشغال المجلس حتى نخلق مناخ سياسي جديد وحتى نعطي الفرصة لكل الأطراف السياسية والاجتماعية أنها تقعد في نفس الطاولة للحوار والخروج من البلاد من الأزمة هذه ومنعرج اللي يتعيشون هذا منطقي لكن كنا على الأقل كان يحدد بمدة كنا نقول نحن سنعلق أشغال المجلس الواطني التأسيسي لمدة 15 يوم وفي ذلك الفترة نعمل دعوة إلى العضاء المنساحبين للرجوع المجلس الواطني التأسيسي ودعوة أيضا لكل الأطراف السياسية والاجتماعية أنها تتحاول وتوجد حل للأزمة التي تعيشها البلاد هذه داخل المجلس ثم أي داخل المجلس ثم فيما بعد بعد انتهاء الخمسة عشر يوم أروا إحنا سنوصل أشغالنا يعني أنه على المستوى العدد النواب اللي باش يكونوا حاضرين النجم وانعدم ثم النصاب موجود على جميع المستويات سواء كان الأغلبية المطلقة خمسين زايد واحد سواء كان أغلبية الثلاثين عنا قوانين تتعدى بالأغلبية المطلقة عنا قوانين تتعدى بالأغلبية وعنا قوانين تتعدى وعنا مساء الأخرى تتعدى بالثلاثين اللي هي العضو اللي منزل ناقص في الهيئة العليا للانتخابات في السياق هذية كنتش تتصور في الخطاب اللي القاسي مصفى بن جعفر الأسبوع الفيت كنتش تتصور أنه ماش يمدد التعليق لا ما كنتش تتصور باش يمدد التعليق مسألة انعقاد الجلسات العامة هو بصفة ضمنية دعوة إلى تعليق التعليق لكن عليش ما قادش بصورة صريحة عليش هل مهم وعنا في الجانب الاجتماعي من نجموش النورو كل شي مكشوف بقينا في الجانب السياسي نجمو النورو هذه هي يعني خلي القراءة أو ككانوا مع الجهة هذه راني مشيت معك كانوا مع الجهة هذه راني مشيت معك وهو لا مع هذا لا مع هذا هو معهم اثنين ومش معهم اثنين معهم اثنين بالنسبة لي انا مانيش بتنخص لك انت بمكن يكون موقف سياسي المراد منه المناورة من طرف السيد رئيس المجلس التأسيسي حتى يوضع كل الاطراف السياسية يحطهم في بطني والله في نقولوا احنا مش يفرض عليهم او يتفهم ليجد حل ممكن هذه القراءة نجمو تكون كما كانت القراءة الاولى في الخطاب والاول اللي متعلق بتعليق عام اشغال المجلس الوطني التأسيسي كانت قراءة انه دعوة الى الاتحاد العام الاتحاد العام التونسي للشغل انه يكون محايد ويأخذ نفس المسافة من كل الاطراف السياسية ودعوة اخرى للاطراف السياسية انه تدخل وتواصل الحوار للخروج من الازم انتي فرضت عليها سؤال حسب رأيك الاتحاد اللي عام توصي للشغل تو محايد ما يخذ نفس المسافة هو المنظمات الرعية انا الاربعة غير محايد كيفاش؟ غير محايدة لانه الحوار يتطلب وضرورة انه ندخلوا الناس كله في ميدة واحدة وعنا اذا كان ثم الناس باشترع الحوارة ذي تكون عندها نفس المسافة على كل الاطراف السياسية معناها تجمع الناس كل مشتقعة تمشي لهذا لا معانا نتبنى نتبنى مبادرة موقف وإلا مبادرة تعترف سياسي معين ونقول هذه المبادرة انتاعي و attackedنا من طلقه منها هاتنا منطلقه منها ولا هاتنا تحاول علىها ما يقولل يش حوار مش حتى قاتنا نطلقه منها هاتنا تحاول على المبادرة على الاتحاد العام التونسي للشغل وهات خلينا نوغضه ما عادش حوار ما عادش حوار أنه إحنا ندخل للحوار كل واحد عنده مشروع وكل واحد عنده تصور ثم نتحاور ونجد حل أما أنك تجي تفرض عليها مبادرة معينة باش نتحاور عليها ما عادش في حوار وكأنك أنت عطيتني مبادرة يا نقبلها يا نرفضها لكن ما تعتقدتش أنه بالنسبة لاتحاد العام التونسي للشغل قد يكون في تصور هو الاتحاد العام التونسي للشغل هو كمنظمة عريقة والناس كلها تعرفها عندها تاريخها النظام هو أخيرا بمناسبة الأربعينية الحاج محمد إبراهيم هو أعمل دعوة للعمال على أنهم يكونوا متواجدين في الوقفة والاحتجاجية أو في التظاهرة أو في الاعتسام الطرحي وبالتالي هو فقد كل حيادية هو إلى كان بالإمكان أنهم يعملش دعوة هو يتحدث بس بوصفه أمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل يأبن السيد الشهيد محمد إبراهيم هذه مسائل معروفة ومسائل مقبولة معنا حتى مشكل مع كامل أحتراماتي ليه حسين العباسي نحترمه نحترمه برشا برشا بقينا أنه يكون قريب الجانب السياسي والأطراف السياسية معينة على حساب أطراف سياسية أخرى أن نتصور ما تنجمش تكون أنت راعي الحوار بش تكون راعي الحوار يزمك توقف على نفس المسافة من كل الأطراف السياسية وما تجيبش أنت مبادرة وتفرضها عن الناس معناها ممكن يقبل المبادرات يحاول أنه يقرر بيناتها من غير ما يفرض هو مبادرة يكون في اتجاه أحادي ثم يقع مثل هذا كما عميد المحامين اللي هو في وقت ملوقات كان ديما أنشو ديما موقفه من اعتصام الرحيل ومعروف موقفه وحتى على مستوى الزيارات يمشي لساحة باردو الاعتصام الرحيل فقد الحيا دي معناها أنت تعتبر دائما متواجد أنت في الاعتصام وقعد تساند في الاعتصام أنت فقدت حيا ديتك زدها نفس الشي أنت أعلنت عن لونك السياسي هو في حد ذاته اعتصام الرحيل لو كان ننظروله في علاقة بالأزمة اللي نحن نعيشه أزمة بشكل أو بآخر على المستوى السياسي تراشي أنه الأزمة هذية عايشينها السياسيين أكثر من اللي عايشينها المواطنين وبيده الليل أنه الشارع ملجوا بش الشارع ما كانش متجاوبة مع الاحتجاجات هذه ومع الاعتصام الرحيل لأنه كان جاء الشارع متجاوب رأيه الاعتصام الرحيل رأوا اللي عنده تواه مده رأوا العدد المتاعه قاعد كما نقول وفاها نحن في يكبر موش قاعد ينقص والحديث فيما باسم الشعب من هذه الجهة أو تلك حتى واحد ملجم يتحدث باسم الشعب حركة النهضة حركة النهضة عملت الوقفة الاحتجاجية متاحها في القصبة وتحدث تعال أنها تحدث باسم الشعب هذو كما مثل الشعب واللي موجودين في ساحة باردو النيداء تونس والجبهة الشعبية والاتحاد العام التونسي للشغل وغير 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 والجمعيات وحركة التمرد وبعض الأطراف السياسية الأخرى المنتمية اليسار ومنتمية اليمين وغير كلهم نفس الشيء مثل الشعب لأن الشعب واللي عندهم حق الانتخاب واللي هما قادرين أنهم يكونوا فعلين في الانتخابات وقدرين يكونوا فعلين في اللي باشي مثلوهم في السلطة المستقبل لأن هما أربع ملايين تقريبا في تونس لاسي فيس المسال الأربع ملايين اللي خرجوا الباردو بكلهم بكلهم اللي قاعدين يمشوا ويرجعوا ويمشوا ويرجعوا ويسهروا ويغنوا وغيروا ما نظنش كان يصلوا لهم يتعلوه والذي يمشه للقصب بأس فيصل هنا إذا كان لهذا يمثل الشعب لهذا يمثل الشعب نرجع للأصل المجلس الوطني التأسيسي هو ليمثل الشعب المجلس الوطني التأسيسي أنا أعتبره بضعفه بأخطائه بهناته صمام الأمان في البلاد خلينا على المستوى حالي المجلس الوطني التأسيسي هو ليمثل الشعب هو ليمثل الشعب إذا كان هو ليمثل الشعب وين هو صوت المجلس الوطني التأسيسي المجلس الوطني التأسيسي تم العديد من الأطراف السياسية خدمت منذ البداية على إضعاف هذه المؤسسة وانتم الناس كلها تعرفوا والناس كلها قاعدين نشوفوا حتى على مستوى النقاشات اللي قاعدة توقع في الجلسات العامة والمجلس الوطني التأسيسي اللي كان المواطن التونسي يروح من الخدمة يجري للدار باش يحل التلفزة وباش يتفرج على بودولات المجلس الوطني التأسيسي في بداياته هذا اليوم وقت لي يحل التلفزة ويلقى المجلس الوطني التأسيسي يشوف أي قناة أخرى أي قناة أخرى مهما كانت وما يتفرج على المجلس الوطني التأسيسي لأنه إحنا هناك العديد من الأطراف السياسية والاجتماعية خدمت لمدة عام ونص على إضعاف هذه المؤسسة هنا يتعلق الأمر بضعف الكثرة وقوة القلة مش هذه القلة المدمرة القلة هذه الديمقراطية الحديثة كلها وإذا كانت تحب أن تكونوا ديمقراطيين حتى إذا كانت أقلي بشي تكون ضرورة أن يفاعل وهذا هي وهو لكن ثم فاعلية وثم سلبية ثم سلبية من طرف أي جهة معناها أنت تتحدث على تدمير تقول إكرازونس معناها قلة مدمرة هنا تولية عندها سلبية على إعتبار أنها تعطر هذا هو اللي تم في الفترة اللي تعدت كلها حتى على مستوى التعطيل أنا مستقله بش نبقى مستقله أك عليش هنا نرجع للديمقراطية ديمقراطية هناك تقول ديمقراطية تعقلها تعقلها ونتحدث بكل استقلالية بعيدة على كيما الناس بعيدة على حركة النهضة اللي أنا أختلف معها فكري وبعيدة على الأطراف الأخرى salty أو بعيدة على الأطراف الأخرى حتى إذا كان نحب في وقت من propaganda نتحدث في وضع ولتحدث في موقف بيش ندافع يقول يشكل ندافع تدافع على نيداء تونس ولا على حركة النهضة نفضل أن ندافع على حركة النهضة لأن حركة النهضة جابها الصندوق وجابها الشعب نهار 23 اكتوبر خرجهم الشعب وقالهم ديجاج بالتالي بالنسبة لينا نكون كونسيكون مع نفسي ونكون واضح أني على الأقل إذا كانت حطيت نتحطم علي جابه الصندوق ونخرجه بالصندوق أي أول يوم نشوفه تقارب بين نداء تونس وبين حركة النهضة مناورات سياسية بالنسبة لي أنا شخصيا إذا كان فيها مصلحة للبلاد إذا كان فيها مصلحة للبلاد معندي والتقارب السياسي هذا إذا كان تم فيه مصلحة للبلاد ما فيه حتى مثلا حتى إشكالية أما إذا كان فيه مصلحة الأعزاب السياسية سواء كان النهضة لأنها تحب تقعد في الحكم وإلا النداء يحب يفتك الحكم يفتك السلطة أنا نقول لك أنه التقارب ذايا مش باش يدوم لأنه الشعب التونسي اليوم منيش بس نتحدث بس من الشعب التونسي لأنه لاني من باردو لاني من قصر نحن حديثنا في السياسة الشعب التونسي وقت ليخرج الانتخابات قادر يقرر لكن نحب جواب واضح نحب الجواب السياسي أنت تشوف فيها التقارب هذايا تقارب متاع حسابات تقارب متاع مصالح حزبية ولا تقارب ماذا معناها متاع حسابات نحب نفهم تقارب متاع حسابات حزبية ضيقة حسابات حزبية ضيقة بقينا أحياناً هذه الظهر هذه الظاهر موجود لكن أحياناً حتى إذا كان تكون ثم حزبات سياسية حزبية إذا كان نجون نرى نرى الأصل امتحها وإلا الأهداف امتحها بيش تخدم مصلحة في النهاية مصلحة البلاد على مستوى الاستقرار الأمني والاستقرار السياسي والاجتماعي في الفترة هذه اللي هي الفترة الناس كلها تعرفها اللي البلاد فيها تعيش حالة من التوطر مقبولة تكون مقبولة تكون مقبولة إذا كانت فهمت معك إذا كانت فهمت معك مش مشكلة بعد الانتخابات يا أخي اللي جاية ندخلوا نوياك في في تحالف وانت تخوض الرئاسة الفلانية وانا نأخذ فلانية أما خلينا نهدوا الوضع مش مشكلة خلينا نمشي معاكم بعد الشعب تويقر معناها في نهاية المطاف هو قد يكون قد يكون عنده منطق الحساب الحزبي لكن ثم هدف اجتماعي ممكن يظهر على مدى طويل في الإطار هذي يسي فيصل اذكرت في بعض تصريحاتك قلت اللي نعيشوه اليوم يعود في بعض مظاهره إلى عدم محسب ترموز الفساد من الأكيد يعنيش ذلك أن ورقة قانون تحصين الثورة سقطت بلا رجعة نا يشنلك هو قانون تحصين الثورة تعدى في الفين واثناش كمشروع كان موجود في الفين واثناش كنت تتمنى أنه يتعدى في الوقت اذك تأجل تأجل وبقاية تأجل لأسباب سياسية ولأسباب أخرى تجب تكون فنية وإدارية داخل مجلس واطني التأسيسي تلقاولها أسباب دي ما تلقاولها أسباب ممكن موجودة موجودة إلى حد الآن ما زلت نتمسك بموقفي أنه لو تمت المحاسبة ما نوصلوش الوضع اللي احنا موجودين فيه ولو تراجعني توا وتكون عندي الإمكانيات اللازمة على أنه تحاسب ورموز الفساد أنا شخصية تحاسب وخلي توقع رجا في البلاد باش توقع رجا وبعد باش يهدى كل شي أفضل من اللي أني نخلي الناس دي اليوم اللي وقعت عليهم الثورة واللي يخرجهم الشعب نعطيهم فرصة باش يرجعوا للسلطة مجديد وباش يفتكوا للسلطة مجديد إنتي توف المجلس الوطني التأسيسي ورقة قانون تحسين الثورة جوابني بوضوح سقطت ولا ما سقطتش هو على المستوى القروري ولا مش تقعد ديما في إطار مناورة لا على المستوى القروري ما سقطتش لأنه إحنا قانون تحسين الثورة تدخل للنقاش العام وقعت فيه جلسات للنقاش العام ثم تم اتفاق للمورور للنقاش فيه فصلا فصلا يعني اللي باش يسقط هذا القانون هو الجلسة العامة ما هوش مصطفى بن جعفر وما هوش سي الباجي قيد السمسي ما هوش سي راشد الغنوشي وإلا غيره المجلس الوطني التأسيسي أو الجلسة العامة هي من تسقط هذا المشروع المجلس يرجعوا بالنظر لأحزابهم وإذا كان أحزابهم ماشي في اتجاه إسقاط هذه الورقة بطبيعة الحال المجلس مش يقوم بإسقاطها هذه هي المصالح الحزبية الضيقة هذه هي المصالح معناها لا مفرأ من ذلك لا مفرأ هو سيظل هذا القانون موجود سيظل هذا القانون موجود وأنا بالنسبة لي هنا شخصيا شخصيا تمنيت لو مر هذا القانون للنقاش وللمصادقة من سنة 2012 كان الوضع في البلاد يستقر ومش صحيح الناس تقول اليوم تهدد فينا بره عندي القانون توا نشوف ويتعدوا هذي قانون ومش صحيح هذي له تصفية جماعية وهذي تصفية حسابات شخصية وغيره ومش صحيح ومش صحيح هذي عقوبات جماعية والثورة التي لا تحصن نفسها هي ثورة فاشلة لمحلة إذن مش ننتقل للركن الموالي وهو حديث الناس سي فيصل احديث الناس شنو اللي يمنع التوانسة اليوم من أنهم يعيشوا فترة استقرار سياسي اللي بدونها ما ينجمش يتحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي التكالب على السلطة التكالب على السلطة من طرف البعض خلينا نقولوها هذا سبب هذا هو الحركة السياسية والأطراف السياسية التي تحرك المعارضة واللي موجودة داخل السلطة اللي موجودة داخل السلطة هي تريد أن تحافظ على موقعها داخل الحكم دائرة الحكم واللي موجودة خارج السلطة المعارضة تريد أن تكون مشاركة في الحكم أو تكون شركة في الحكم أو تكون داخل السلطة ما خارج رهو بين مشاركة لا تكون موجودة داخل السلطة هي الفاعلة معناها خاطر تولي ثم صيغة للاشتراك ثم صيغة للاشتراك لكن المشكلة هو أنه كل واحد يحب يحكم وحده هذه هي المشكلة هذه هي الاشكالية وقتها بشتولي ثم التجاذبات السياسية والتجاذبات السياسية هذه تحدث أحيان العديد من الاحتجاجات والاحتجاجات هذه تخلي البلاد غير مستقرة على المستوى الاجتماعي إيه أحنا تولي في الظرف الحالي كيفاش ممكن ننعمه بضرب من الاستقرار السياسي هو في الوقت الحالي من الصعب صعيب برشا أنك بشتلقى استقرار سياسي بنسبة 100% أولا استقرار جيام بنسبة حتى 60% تكون تكون بلغتها شوية خلينا نقوله بنسبة 40% لأنه هي هذه الفترة التي تكثر فيها التجاذبات السياسية هذه الفترة مرحلة تنتقال الديمقراطي وإلى مرحلة ما يسمى الفترة المؤقتة الثانية السؤال الموالي وينترا مصلحة تونستو في التعجيل بالانتخابات أو في تأجيلها كما يدعو البعض تأجيل الانتخابات هذه مثلا لكن ما تروحها الناس اللي تتحدث على تأجيل الانتخابات كلنا نسمعوا فيهم أمس يقول وعطونا موعد الانتخابات وقت لاش الانتخابات وقتها هذكا ليش نزيد نرجع ونتحدث وانه مثلا حتى واحد يتحدث على مصلحة البلاد الناس تتحدث على مصلحة أحزاب وقت لجوه شوف روحه قال لي هو الحزب متاعه اليوم الوضع متاعه على مستوى القاعدة الشعبية هو وضع مستقر يقول لك عطيه انتوا الانتخابات ماذا بيه يدخل تاول الانتخابات بش يأخذ الانتخابات وقت اللي يلقى روح وضع فلا يقول لك نأجل الانتخابات لكن تتصور هو كي مش يأجلها السبتمبر كي ما قال القاعدة الشعبية مش تتوسع كل شي وارد كل شي وارد متحرك القاعدة الشعبية الماسي الكتورال معروف متحرك اليوم موجود في جهة معينة غدوة حسب المواقف حسب المواقف متاعه هو الرئيس الفرنسي ساركوزي وقع انتخابه وقع انتخابه وقع انتخابه بالأغلبية قبل نهاية الموندانتا وصل الوقت في في استفتاء تم على مصنداج وقع في فرنسا يلقوه عنده نسبة شعبية متاعه 23% معناها انهارت تماما اي واقع الشيء وضع يعني يعني يأتخل الانتخابات واخسر الانتخابات معناها تحب تقول انه اللي تنادي بتأجيل الانتخابات في حاجة الوقت في حاجة الوقت على انها اترمم وضعيتها الحزبية من داخل وفي حاجة الوقت انها اتحاول انا اتوسع القاعدة الشعبية انتحها باش تدخل الانتخابات في وضع موريح وباش تحاول ان تتحصل ما نقولوش لغلبية لانه الحزب اللي موجودة اليوم تعمل في حراك السياسي مايش بش تأخذ لغلبية مايش بش تأخذ مايش بش تأخذ لغلبية هما ثم اليوم كما نقولو احنا الاستقطاب الثنائي ثم حركة النهضة من جهة وثم ندا تونس من جهة اخرى ندا تونس هو في حال ذاته غير مستقر لانه ثم اطراف سياسية اخرى ظهرت على الساحة اللي هما الادساترة وثم امكانية انهم ادساترة هذو من بش يأخذ من الخزان إلى ندا تونس لانه ندا تونس في اغلبية هو من التجم ادساترة بش يأخذ من الخزان ثم امكانية انه يضعف ندا تونس والعديد من وثم امكانية انه يقوى معنى في تحالف معها ممكن أن يكون قاعدة أكبر إذا كانوا قاعدة تحالف تتصور أنهم يختلفوا لا يختلفوا نتصور يختلفوا مش يختلفوا معنا عندهم نفس التاريخ المشترك ونفس المصالح لا عندهم مش نفس المصالح عندهم نفس التاريخ المشترك حتى نفس التاريخ المشترك مش موجود وانت تعرف ماذا هو النقص ما عندهم مش مصالح وعندهم خلافات شخصية مبيناتهم وحتى داخل نيدة تونس تم العديد من الخلافات الشخصية والخلافات الذاتية وهذه الناس اللي تحب تتنوقعه اللي تحب تفتك السلطة وباش تزيل انتخابات والأحزاب هذية غنا ديما نقول هي راي أحزاب فانتوش راي و باش نجي نارو باش تفلك باش تتفلك لو يستقر الوضع في البلاد على المستوى الاجتماعي السيازي اللي الأحزاب هذية معاش بتلقاه كيما أحزاب سياسية أخرى كانت موجودة والي أصبحت غير موجودة محيد اللي باش يبقى محافظ على الأقل بصيفة نسبية على القاعدة الشعبية اللي هو حركة النهضة وإحنا ديما نقول راه وفي تونس وكل تونس عرفت زوز أحزاب عرفت حركة النهضة وعرفت التجمع التجمع تحل وتفزع على العديد من الأحزاب الأخرى والنهضة من زين متماسكوا من زين موجودة لكن عرفت حزب تقدمي عرفت معناها أحزاب اليسارية كلها تفلقت لكن رجعت في أشكال أخرى كلها تفلقت اللي كان أقبل في النظام توا ولا في المعارضة يخشكونوا في المعارضة توا يتجمع في المعارضة إيش نوع توا معناها التجمع اليوم توا معارضة محسوب على المعارضة التجمع اليوم محسوب على المعارضة قبل اللي كان في الحكم لكن نحكي على الأحزاب اليسارية بشكل عام الحزاب اليسارية رفاقنا 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 الاحزاب اليسارية يناخذ الجبه الشعبية يناخذ اسمعني اسمعني أنا بالنسبة لي كل من يتحالف مع التجمع كل من يتحالف مع التجمع هو ضرورة مثله مثل التجمع ما عاش تحكيدي راهو بالنسبة لي أنا آمس نتحدث نقول راهو يجب أن نتحاسبه وآمس رئيس أنت مو الحامة الهامامية نحترمه برشا ونعزه برشا احترمه هذا الرجل برشا ونعزه برشا ويتحدث على أنه اللي موجودين اليوم في السلطة تم أمكانية أنهم يدلسوا ويزوروا الانتخابات المقبلة وفاته ونسى أنه متحالف مع حزم الرئيس متاعه مهندس وخبير في تدليس وتزوير الانتخابات والانقلابات هذه هي المشكلة معناها أنا هو حط إيده في الدين شخص اللي هو يعرفه وعمره كله أقصى من العمل في الساحة السياسية ويعرف أنه هو كان مهندس وخبير في تدليس الانتخابات والتزوير الانتخابات وفي أكثر من مرة أصرح به اليوم أحط إيده في إديه ويتحدث عن التزوير بي هدية الإشكالية من المفارقات أنه إحنا الناس اللي مناضلين في وقت الناس اللي كانت مناضلة في وقت بن علي وخرجت وخرجت لتشارع الحبيب بورقيبة وخرجت في الجامعات وخرجت في المدن وعملت مسيرات وشخص يتحدث عليه أنت كان موجود في الحبس وقتها شكونا تحكي على سيحامل همامي كان موجود في الحبس حامل همامي كان موجود في الحبس وكان عنده حزب يعمل وكان مؤثر على الساحة في وقت بن علي كان مؤثر حتى واحد ما ينكر حتى واحد ما ينكر دور حزب العمال الشيوعي التونسي حامل همامي يتحالف حتى مع النهضة في 18 اكتوبر 18 اكتوبر كان موجودة مع النهضة ما ليشنو اللي يتبدل اليوم وهذي اللي تبدل اليوم أنه اليوم اللي موجودين في السلطة هم النهضة ونتصور أنه هو مكتوب على رفيقنا حامل همامي أنه يبقى عمره كل في المعارضة ممكن يحب يبقى قديمة في المعارضة ممكن هذه ما ما يحبش يشارك في السلطة ممكن غدوة مية الإشكالية أنه إحنا أقبل قومنا قلنا التجمع يزم يخرج من السلطة وخرج التجمع خرج التجمع بش رجع التجمع ويوم تليولي التجمع في السلطة الأخرى نعاود ونقول ويخرج مية هذه الإشكالية هذا هو المشكلة شفت كيفاش عنا قصر مضر حزب أو رئيس حزب الطبيعة هذه ما يرى نفسه كان في إطار معارضة والله بالنسبة لي أنا شخصيا إذا كان عندك تفسير أخر أعطيه لي أنا شخصيا قلت لك أحترم حامل همامي جيدا أنا في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات بحكم أني من منخرطي الاتحاد العامي طالبة تونس وكنت ناشط داخل هذه المنظمة عريقة والمنظمة هذه كانت في أغلبها تقريبا تنتمي إلى اليسار بكلها يسار مع الحزب البعث وغيره كلها يسار بكل الفصائل اللي انتعوا وكان الحزب اللي عنده الأغلبية ومؤثر فيها هو حزب العمال الشيوعي التونسي بالفصائل اللي انتعوا سواء كان النقابية ولا الشبابية نقابيا ثوريين والاتحاد الشباب الشيوعي التونسي وانا كنت واحد من نقابيا ثوريين وكنت ننشط داخل المنظمة هذه وكنت داخل زادة قريب برشة الحامل همامي محمد الكيلاني وغيره وكنت مشاعرات اللي كنا نرفعوا فيها على أنه بن علي فاشي والتجمع حزب فاشي وغيره اليوم نحط يدي في ديه لأنه عندي النهضة اللي هي حركة النهضة موجودة في السلطة أولا عندي خلاف وإلا سراع هو الخلاف الإديولوجي معقول خلاف إسمعني الخلاف الإديولوجي أو الفكري مسألة معقولة ومقبولة إلى حد الآن أن نختلف مع النهضة فكريين وإديولوجيا لكن أني نعارض المعارضة أني نعارض فقط لمجرد المعارضة وإلا أني نحط إيدي كما يتحدث البعض في دين الشيطان من أجل أني نسقط هذه الحكومة هذا هو الغير مقبول وغير معقول سفيصل هنا سؤالي بسرعة شكون اللي ترشحه الرئاسة لو كتب أنه مشكون ثم نظام برلماني رئاسي معناها مزدوج نعطيك بعض الشخصيات أعطيني أنت أسمع الهاشم الحمدي أحمد نجيب الشابي كامل مرجان حمدي جباري ثم مصطفى بن جعفر مصطفى بن جعفر أنا نفضل مصطفى بن جعفر الشابي نفضل مصطفى بن جعفر وإحمد نجيب الشابي معناها هذوم الأثنين اللي ممكن الأثنين اللي شخصية نعم موقفي شخصي اللي نجيب نكون معه نشوفوا هالمقطع هذية ثم نواصله أنا معاقة ورجلي معاق وعندي باتين دا نخلص عليها وما عندي حتى مورد رزق قاعد دا نخلص عليها من شهرية راجلي يخدم في الحذيرة ميتين واثنين وخمسين ميتين واثنين وخمسين بش تعايش عائلة كاملة وذو أمه وأنا وولدي والبقية كفاب كانوا يخلصوا ويعطونا في ملحوط المعزين هذيك كانت معاونتنا شوية قصوا علينا قالونا يا الخدمة يا ملحوط المعزين الحانوت شوف شوف حيالتها والدعم الحانوت ولهذا شوفولي بعين المكان يلزمكم أعطوني أي مورد نطلب قولولي عندك باتين دا هالباتين دا هذي هذي بش تعايش الحانوت هذا يعايش ميتة أربعة من ناس خمسة من ناس عش عينيك وهذي يا ولدي قراج ولدي ماهي حتى محلولة نطلب الفضل من ربي يعاونونا ويعطونا حواجة من السعين ويتولهوا بينا وندعيكم بالسلامة الاسم حسين مبروكي عامل ببلدية المتلوي قالو عمره خمسة وخمسين سنة عندي ثلاثة وعشرين سنة خدمة بروفزوار يعني في العهد البعيد فهمت في رمضان يبعثوني نهار سبعة في رمضان قالوا لي بره أعمل زريقة فاكسا بتاع سبعة مراض اطلعت للجيهوي اسميطار الجيهوي عطوني فهمت زريقة امشيت الفرملي يعمل هالي في المصاتة في عوض باتشي دوك يعني في الميسكل عمل هالي في العرق بتاع السا وهو شوف الرجل بتاعي فهمت خسرت عليها فهمت مئتين دينار كان كيكويت عليها هاي ها ويني الضربة شوفوها والتوراني مازل التعب ملقي نش حل احنا هنا انا عندي راجي صدقني من الاعتصام لول من الاعتصام لول ما عطوا حتى شي حظيرة حتى اي حاجة ضائلة ما طلبنش لأكثر كنا حتى حظيرة نغطوا بير وحنا نغطوا كنت تعبين يسر طبين راجي بطال في ان واحد مريض شون مساجة تحبت توصله للصرارات المعنية والمأسولين شوفونا بهين الرحمة عطونا خدمة ما حاشناش معناه ما اكثر حتى اقل حاجة اقل حاجة يعطوا هنا انهم خير من البطال راجلي مريض وما عندش معناه ما لقيش حتى اي حل هنا انا ام ثلاثة صغار يقرأوا وعندي بنتي تقرأ في الكلاج وزوز في الابتداء يعني راجلي في الحبس ما عندي لا شهرية يعني حنين علي العباد بالصداقات عايش انا وصغاري بالصداقات داري مرهونة مهدى في اي لحظة باش يطردني ملدى جبت ستين نقطة في الكونكورن تاع الكوباني يعني ما طالعونيش اكثرش من ستين العبادة رفضت بعشرين وسبعتاش واثناش وانها ترفضت بستين وانجيت تذي طالعت عبادة بخمسين وثلاثة وخمسين وخمسة وربعين انا رفضوني بستين يعني ظروف قاسية العبادة كل عارفتني هاها ولكلك عارفيني قاسية 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 الى درجة ما تصرش قبلت المعتمد المعتمد في بالها الوالي وما عملوا لي حتى شيء المعتمد يقولي نحيي عناية والخدمة ما نعطيها لكش الحاجة كيف كامي شيت للوالي تعرف من بعثوله نجيب لكم جواب من تونس برقية من الاتحاد للشغل ونجيبها لكم مطبوعة في الاتحاد للشغل تعرف ما عادلش علي قالي بلها وشرب ماه هضا الوالي متاع قبصة هاني عندي كل شيء بالوثائق لا نكذب لحد شيء انا عملولي حل اناو صغاري عيلا تعرف باش نتشردو هذي قالها صرخة فزاع لالتوالسة لكلك اللي يسمعوا فيها لكلك اني اناو ثلاثة صغار ويعني باش نضيعوا باش نضيعوا باش نضيعوا نتشرد سيفيسل تعليقك عن مشاهد هذي بدون تعليق شيء مؤسف بعد ثورة انا ما زلنا نشوفه في مشاهد كما هذه ناس فبتني ما عندها كما كانوا يتحدثوا المرأة هذي ولا غيرها ما عندهم مش ابسط الظروف المتاحة للحياة الظروف الانسانية بكل صدق شيء مؤسف احنا في وقت سابق قنا اتصلنا بالسيد وزير الشؤون الاجتماعية وعرضنا عليها العديد من الحالات الاجتماعية كما هذا تقريبا واكثر بقينا لغالب بالنسبة لينا شخصيا انت تعرف اللينا مستقل مانيش في حزب وتعرف انه النواب متاعنا احنا اليوم ما عندناش الامكانيات اللازمة للتواصل والاتصال بالمواطنين ما تعرف لعنه لما كاتب له حتى حاجة حتى كيف نمشو ما تنجمش في الاوقات اللي متاحة ليك انك تتنقل الجهة تقفصة ما تنجمش تدور الجهة كاملة ما تنجمش تحكي مع الناس كلها ما تنجمش تعمل اجتماعات مع الناس كلها ممكن احزاب سياسية بحكم انهم نظمة تعمل تبقينا احنا غير قدرين اتصلنا بالسيد وزير الشهور الاجتماعية ثم العديد من الحالات اللي هو الوقت الحاضر على الاقل قاعد ينظر فيها اتصلنا به في فترة سابقة وقد من العديد من الإعانات الاجتماعية نفس الشيء اتصلنا به في توا وثم إعانات اخرى بنجدون ناخذوها من عنده توا هذه ملفات لابد من درسها ونتصور حالات هذه موثقة حالات شفناها على عين المكان لا بد أن الواحد إن شاء الله السادة المسؤولين يشوفوها سواء كان على المستوى الجهوي والمحلي أو حتى المستوى المركزي وأنا شخصيا رو ناس عايشين في قواتل نعرف نعرف أنا شخصيا أنا نأخذ على عاطقي أني نحاول أني نبلغ للسيد وزير الشهور الاجتماعية وحتى الرئاس الحكومة المثلة هذه وإن شاء الله هما نفس الشيء يكونوا شفوها لأنه المثلة هذه ما تطلبش الانتظار وما تطلبش دراسة ملفات وما تطلبش خليني نشوف وخليني نشوف الميزانية ما فيهاش برشة اجتهادات سيفيسل هنا وربما هذا مش ينقلنا للركن الأخير اللي هو أسئلة مباشرة للمواطنين الناس تستنى ياسر من عضو أو نائب في المجلس الوطني التأسيسي تتصور منه برشة وتنتظر تحقيق مطالب وغيره وغيره احنا تجولنا في قفصة وحبينا نعرفوا شنية أسئلة المواطنين هذية ويترحوها عليك أنت نسمو بالسؤال بالسؤال بقل جاوبة عندك شي سوية لتحب توجه الناي في المجلس الوطني تأسيس سيفيسل جدلاوي عندي سيفيسل جدلاوي بش مش نساج بركة بلاد كاملو بش تصورها أنت ملاعين المكان سيفيسل جدلاوي هذي شاتم ما تأسيس أش عمل القفصة بضبط أش تكلم غادي هم تأسيسي في قفصة بلاد فصفات بلادنا تبركى لنا تأخيرات في لحفاها كل شيء المجلس الوطني التأسيسي ينظر في المشاريع القوانين وينظر في الجانب التأسيسي اللي هو الدستور وينظر أيضا في مراقبة الحكومة أنجبوا واتطرح بعض الأسئلة الشفاهية للحكومة أنجبوها وقت لتكون ثم مشاكة على مستوى الجهة سواء كان اطرحة المسائل هذه سواء كان ما تعلق بالمطار سواء كان ما تعلق بالتلوث سواء كان ما تعلق بالانتدابات الغير قانونية على مستوى شركة الناقل سواء كان ما تعلق بالجانب الصحي هذه كل أسئلة طرحت على أعضاء الحكومة المختصين واللي أرجع لهم بالنظر المسألة هذه أيضا شاركة في العديد من الاجتماعات اللي هي تعلقت بالمناظرة البيئة والمناظرة شركة السادقفصة حاولنا أن ما نخلوش الناس تتضم على الأقل باللي موجود ما نقولوش راهو الناس ما تضمشت فيهم إش كون تتضم اللي غالب تبقينا العمل البشري مبني على الخطأ وقت لتكون نسبة الخطأ 10% خير ما تكون نسبة الخطأ 30 أو 40% وذلك بحضورنا إحنا عضاء مجلس وطن التأسيسي والضغط على الإدارة والضغط على الإجار على أنهم يحاولوا أنهم يبعدوا على كل ما من شأنه أنه يدخل في المحابات ولا المحسوبية ولا الولاءات ولا أكد تحت الطاولة فيصل جدلوي أنا نشوف فيها قايم بواجبو وخاصة لوجيك في كلامه واقعي وحقيقي وهذا نعرف فيه من صغر أنا فيصل أولد بلادي والسؤال هو اتجاه الجهة كلها كالنواب كل تضرب على الجهات فيصل يعتني بجهته أكثر مما يعتني كوطني لكن يكون زادة موطنية يلتهي جهة قفصة وجهة المتويب بالخصوص شخصيا أنا كنت نحكي لك بنسبة تقريبا تفوق النصف أعتنيت بجهتي وبشاهد كل الناس سواء كان النواب الموجودين في المجلس الواطنين سواء كان الليدرات والوزارات أو حتى العديد من المواطنين وطبيعي جدا ما تنجمش تكون المواطنين وكل راضين عليها ما ننجمش نكون محل إجماع من المواطنين وكل نشكر سعى سيفيصل جدلو بسيفة خاصة وبش نسرع ومعناها عليش عليش وافق على المركز الجديد نتعلم الموسيس مه اللي هو نتعلم المركز الجديد احنا من المركز اللو المعناها تعبين وقت اللي يدور يدور الريح المعناها تولينا راحا تعب خارب لقده بالقده زاد عاود جابونا المركز الثاني احنا نقصينا اللي يقول لك السيد البي اللي فيه زيده فيه شخصيا موافقتش ليه واللي تبع المناقشة اللي تمت في المجلس واطنين التاسيسي يشوف مدخلتي ويشوف أنا شخصيا ما كنتش من الناس المتشجعين ومتحمس المركز هذا بالمعمل هذا بالرغم انه يحدث مواطن شغل وقلنا رو بالرغم انه يحدث مواطن شغل بقينا رو هذية سيحدث كوارث بيئية على مستوى الجهة وبالتالي لابد من مراجعة العمل المعمل هذا او شغل المعمل هذا بطريقة انه يكون بطريقة ما يحدثش التلوث بيئي يضر سواء كان بالاراضي وإلا يضر بالمواطنين ويكون مطابق للمعايير الدولية واحنا نعرف انه تواكي تمشي لسويسرا في لوزان تلقى فاهم معامل كيميائوية كم معامل الموجود في الماضي لاتبقينا ما يحدث حتى اضرار على المستوى البيئة هذا يتحدثنا عليه وقلنا زادة كيف كيف انه وراه اذا كان باش يوقع احداث هذا المعامل يلزم كل اللي باش يشغلهم يكونوا من الجه هذه الشروط اللي احنا عطيناها تبقينا انا مانيش حزب وما عنديش اغلبية داخل مجلس الواطني التأسيسي باش النجم نكلمهم انهم يرفضوا المصادقة على مثل هذا المشروع فايس الجدلاوي اذا نسمع بي ما عمري ريت وما عمري شفت وما عمري سمعت واحد في المجلس الواطني يتكلم على القفص هو يكون اسمع بي وفي الحالة هذه شافني وتشافني سواء كان نتحدث ولا ما نتحدثش المهمة كذا هنمينش نتحدث على القفص انا نتحدث على جندوبة لاني انا نايب شعب النجم يكون نسبة اربعين ولا خمسين ولا ستين في المياه من نقاشا تاعي يتعلق بجهة قفصة وثلاثين ولا أربعين في المياه يتعلق بجهة أخرى بحكم أني انا صحيح والقفصة يزمن انها تم قفصة باقير نايب شعب يكون ما سمعش بي مرة واحدة وفي الحالة هذه هو غالط لانه ينجم يشوف مداخلات الموجودة على الانترنت وينجم حتى يتصل بي طون اعطيه اشنو الواحد وينجم يعرف المواطنين الموجودين اللي جوني من قفصة ومن عرائس ومن المضيل ومن رديف ومن المتلوي ومن سيدي عيش ومن غيرهم ومن سند واتصل بهم وهزيتهم العديد من الوزارات وحاولنا أن ننفق بعض الملفات العالقة بالجهة ثم اللي تحلط وثم اللي الغالب ما وصلناش بي حتى السؤال وقت يش بش يريق لنا جاهزنا المحطة ونحنا مستعدين نزيد نعاون من عنا مهم تتجاهز المحطة تريق لاتشوف غباير وعجاج هو كيف يقول كلام كما هذا منجم كان يخليك مضطر اضطرارا أنك تسعى باش تحاول تحاول تنظمها المحطة هذه شخص يقول لك وإحنا مستعدين نعاونه نتصور حتى إذا كان يكون عندك أعذار أخرى ما عاش عندك موجود وإحنا باش نحاول وإنه نشوف المشكلة هذه كيش إن شاء الله إحنا هي ما يتابع وزارة النقل وإحنا عنا الملف اللي يتحلق بالحافلات والواحد خلينا نزيدهم نشوفوا المثلة هذه ثم الملف اللي يتحلق زاده بالرخص التاكسيات رخص تاكسيات إن شاء الله في الأسبوع المقبل أنا شخصية نتصل بسي عبد الكريم الحاروني نحنا جماعة أهالي معتمدية المتلوي بسيفة خاصة ومنحطين تماما ومع الناش يشكون يمثلنا اللي هنا بالنسبة للمناجم رمضيلة المتلوي أم العرائس الديب مع الناش يشكون يمثلنا مش صحيح مع الناش يشكون يمثلهم باتاتا هذه مش صحيح موجودة والسيد اللي كان يتحدث وغيره التصلبية وجوني اللي هنا هم يعرفوا اللي نمثلهم وهزيتهم وعملوا عقد وجلسات عملهم مع وزراء لكن ديما مش بالضرورة نتيجة تكون نتيجة إيجابية وذي بالنسبة للي نحنا لأن نحنا مناش نقابة نضغطوا على الحكومة صحيح احنا أعضاء مجلس الواطنية تأسيسي من طرف الشعب وعننا شرعية ممكن تفوق النقابات وعننا صلاحيات مراقبة الحكومة لكن المراقبة ما هيش ديمة اللي موجودة تعطي نتائج إيجابية ألا غالب نظرا للوضع اللي تعيش والبلاد بصفة عامة ربايس الواجد لاو يا سيدي مقام حتى بواجب وعدوا ما نفذش وحطي نعم عنها المرة هذية أنه غلطنا غلطة كبيرة غلط العمر كامل معناها المتلوي كامل الزاد بكل صدق قال لاني تناعمل ونتناعمل وثم حتى كعب بالنسبة للي هنا وثم الترافيك كيفاش بالنسبة لبيئة بركة جينا نشوف النقاط البارح ثم عائلات بيئة تقول القبانية معناها عندها ثمانية سنين معناها اللي عنده من عام 2008 يدخل ما عادوش يدخل واحد ثم عائلات ما عنده حتى واحد يخدم ثم عائلات دخلوا باثنين الكبانية وثلاثة وزادوا فهمتوا لها دخلوا البيئة جيتها مع ربعين وخمسين نقطة والاخرين جيه يسفر معناها العائلات طايبة أصح وناها شي بعمري ستة وخمسة سنة بالحرام كان مستعد ضغط الحياة باش نعمل عملية انتحارية أصلا رمينيش من نكره من السلفين ونكرج النهضة حتى النهضة نكره وضد النهضة زاد رمينيش من نعمل عملية انتحارية معناها ما عثم حات مشكلة كي عندي كنموت كده زايد معناها فهمت باش الوضعية هذية السؤال نحب نسأل لكل فايصر جداوي حب نعنضي سؤال وقلوا فايصر ايش عملت اكل وعود انتعك لقلتها ايش عملت فيها والله هو الترفيك على مستوى المناظرة انتع البيئة هي من زلت ما طلعتش النتيجة النهائية هي طلعت نتيجة أولوية عاتوا كل واحد شن هو اللي عديد انتعوه والجهة المختصة اللي هي وزارة التشغيل ووزارة الصناع وشركة صادقافصة وغيرها هذية الجهات الرائية نقولوا نحن الرعية للمناظرة هي طلبت منهم اللي عنده أخطاء يحاول يصلحها مباشرة على الانترنت ومعد وقت لتوصل توقع النتيجة النهائية نتحدث هل أنا ثم أخطاء ولا ثم أكتاف ولا ثم محسوبية الناس دخلت زوز بالنفس العائلة للكوبانية بشكل صادقافصة ولا للنقل يا أخويا هذي دليلك وعطينا حجتك نحن ثم ناس وقع انتدابهم على مستوى شركة النقل بطرق غير قانونية جوني مواطنين تشكوا اتصلنا بالوزارة مع صحبة المواطنين وقع إيقاف الناس هذو مع العمل الانتحم ثم شكونا احتجوا وقال لك يا أخويا هذا يقطع في خبزة الناس يعني إحنا إذا كان تحرقنا وقلنا رأي ثم ناس قاعد تدخل بالولاءات وبالمحسوبية نتحاسبه وإذا كان نتحاسبه هذي هو المواطنة التونسية المواطنة التونسية يجي تشكالك يقول لك زيد تخل هو ما يستحقش يدخل وقل تأخذ انت الإجراءات اللازمة القانونية اللازمة تجي الناس أخرى ضدك يقول لك يا أخويا قطعت لي خبزتي هذي هو الإشكالية أما إحنا السيد اللي يتحدث كما يجي بنا يا أخويا إذا كان ما يثبت اللي ثم زوز الدخل اللازمة الكوبانية من نفس العائلة الشخص هذي في حال ذاته اللي يتكلم ويقول وعود وما وعود هو عدنا أنا بعمري ما وعدته وما حضرش معي حتى اجتماع في الحملة الانتخابية وما عملتش حملة الانتخابية لا في داره لا في الدار اللي جنبه لا عملت اجتماع في الجهة هذيك وإنا الشخص هذي نعرفه هو وتولد في شعبة وعاش في شعبة وانشط في شعبة وكان سابقا سواء كان في النظام الأول ولا في النظام الثاني كان من ناس اللي تعرف بالهوديق اللي عنده ظلات ويدور في الليل ويكتب في التقارير ويقود على المواطنين وبالتالي بالنسبة لي أنا شخصيا ما نصورش أنه هو اليوم باش يجي يعطينينا دروس ولا يعلمني كيفاش نعمل ولا باش يجي يحججني على أني عطيت وعود وانا الوعودة ذيك ما نفذتاش يتفضل إذا كان عنده حجة زادة نفس السيجي فايس جدلوي احنا صوتنا له معناها معناها بكيفية غريبة وعنا فيه ثيقة كبيرة ياشر معناها وكلامه في التلفزة معناها كما نقوله معناها شي كبير معناها قدام بقياها يجي يشوفها ناس الشوطات الودي يتصل بها حتى مباشرة معناها شوفها حتى مباشرة شوف ظروفها يشوف هل ترا صورتش من تشغيل من البيئة صورتش من الحذير صورتش معناها كيما نقوله مب行بنية شوف ظبيل يشوف معناها هل ترا البلدية قايمة معنا بالواجب ولا يشوف هل ترا السيد دولي قايمة معنا بالواجب ولا يشوف ترا سيبي جي معناها كيما نقوله معناها قايمة معنا بالواجب ولا السيد هذا هو فات خمسين سنواء اطلب على أساسا ويتم انتدابه في شركة البيئة ما توفرش فيه الشروط وما نجمش نعاون واحد اللي هو ما توفرش فيه الشروط اثنين السيدة يقول لي جيه يشوف جهته وهنا هذية في اتصال دايما معاه اخر مرة في العيد الصغير اخذاء اعانا والناس اللي كنتم تقيدوا في اعانا اخذاء اللي اعانا بالفعل حاجة اخرى قبل بمدة السيدة دايا ولده وانا بوصفي محامي كانت عنده مشكلة والتصالبية على اساس اني انسان دون دافع عليه وكلفت زميلي اللي في قفصة باش دافع عليه وبقيت ونتابع في الملف حتان اللي نخرج بوخه وولده من المشكلة حاجة اخرى السيدة دايا من الناس اللي في شهر ماي وقف معايا في وقفة احتجاجية موساندة لشخصي فيصل الجدلوي وكان موجود الحاجة الاخرى السيدة دايا عملت معا اكثر من اجتماع على مستوى شريك تفسد قفصة فيما تعلق بارضة بين اللي بشوقع بناء عليها المغسلة تبقينا الظاهر انه عنده هو بعض الخلافات مع ابناء عمه ولاد عمه في خصوص التشغيل وفي خصوص التعويض وفي خصوص كذا انا من حبش ندخل فاهل لانه انا عندي الناس كله كيف كيف هما كلهم ولاد عمي وهم كلهم ولاد بلادي وهم كلهم ولاد جهتي من حبش ندخل لفاية هذا وهذا السيد هدايا انا ظهالي وكان نجبد الريبرتواري طاع التالي فونتا ونجبد عنده نهارين كان يحكي معي وثلاثه هام يحكي معي هو باتصال دايم وحتى كلمشي المتلوي اول واحد نتقابل معه هو سؤال نطرح الفايصل نقوله ماذا بيه كيف انت لا بلادك من تنسهاش هدايا بلادك وولاد بلادك من تنسههمش وضحي ماهم بالغالي ورخيص وان شاء الله ربي وفقه مانيش باش ننسها بلادي وباش نعاونها جهتي باللي قدرت عليه نعاونه هذيك هالامكانيات اللي موجودة فرض في مؤسسات انتعاد الدولة ما عندياش ما عندياش الامكانيات الكبيرة ما عندياش صلاحيات اللازمة دفعت باللي نقدر وراه الدفاع مش بالضرورة بالعراك الدفاع مش بالعرك الدفاع راهوي ينجم يكون بالتحاول ينجم يكون بالتفاوض ينجم يكون بالتواصل بالامكانيات اللي موجودة حاولت اني ندافع على جهتي بالامكانيات اللي موجودة حاولت اني ننفع جهتي النجم نكون اجتهدت واصبت بنسبة حتى tengo 15% ونجم نكون اخطأت وفشلت بنسبة 90% سيفيسة نشكرك على تلبية الحضور نتمنى لك مستقبل سياسي إن شاء الله ناجح ونتركو لك الكلمة الأخيرة الكلمة الأخيرة هو أنا متأكد اللي الوضع على مستوى الجهة على مستوى البلاد في السنوات المقبلة بش يكون أفضل من اللي موجود على مستوى جهتي كيما المتلوية ولا مضيلة ولا بعض المعتنين البلدية الأخرى اللي ما زال ما وقعش تركيز فيها النيابات خصوصية أنا دعوة لكل مواطنين على أنهم يصعوا إلى تركيز مثل هذه النيابات لأنه عندها رأي دور كبير برشوري هذه هي اللي قادرة تخدم التنمية وتقدر تخدم النظافة وقدرة تخدم تعبيد الطرقات وتهيئة الأحياة وغيره وغيره هذا يراه دعوة دعوة لكل مواطنين بالحق اللي هو يحب يخدم البلاد ويقدم التنازلات وحتى إذا كان يكونش موجود وممثل داخل النيابة هذه مش مشكلة يخليه إذا كان ثم يكون أفضل منه أو إذا كان ثم يكون غيره يحب يعمل أذياء من جهة جهة أخرى الجهة قفصة إحنا تحدثنا عليها وانا وقت لطلعت المجلس الواطنين التأسيسي كان عندي حلم نجم نكون حلم على أني نخدم الجهة ممكن منقول شفشلت لكن عجزت على أني نحقق كل الحلم متاعي على أني نحقق كل مطالب متاع الجهة قفصة لكن بيني وبين نفسي ضميري مرتاح لأني على مستوى الجهة مظلمت حتى واحد وما حاولتش أني نأخذ متاع واحد ونعطيه الواحد أخر إذا كنت راضي عليه خدمت باللي نقدر عليه نتصور أني نجحت في ظرف صعب في ظرف استثنائي في ظروف اللي تعيشها للبلاد كلها خاصة مدن الحوض المنجمي والناس كل تعرفوا الحالة تعالى مدن سخونة برشة وتعيش حالة متوتر حادة من الاحتقان إن شاء الله فيما تبقى من الفترة نحاول أني نقدم أكثر لكن رأوا على مستوى مجلس الواطنين تأسيسي رأني دفعت على الجهة باللي نقدر ندفع عليه ومداخلاتي موجودة ومواقفي موجودة سواء كان فيما تعلق بشهداء وجرح الحوض المنجمي سواء كان ما تعلق بالتشغيل بما تعلق بعمليات الانتداب في شركات اللي هي غالطة فيما تعلق بالنيابة الخاصية فيما تعلق بالبنية التحدية بالجانب الصحي بغيره وكله رأني حاولت بقينا الله غالب مجدمة أن نكون عندي نتائج اللي هي نتائج إيجابية لأنه كما نقوله فها ليبود فيه لما يشبدي أعزائي المشاهدين بهكا نكمل حلقتنا اليوم على أمل أن نلتق